السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم السبت 27 تموز يوليو القمر اليوم موجود في برج الحمل وذكرنا أنه مساء يوم الجمعة بيبدأ خلوم مسار ورح يستمر لغاية الساعة خمسة واثنين وعشرين دقيقة من بعد عصر اليوم السبت لا ينتقل القمر بعديها لبرج الثور ورح يظل القمر موجود في برج الثور حتى تمام الساعة تسعة وسبعة وعشرين دقيقة من مساء يوم الاثنين لا ينتقل بعديها للجوزة القمر الآن موجود في منزلة البطين وهي منزلة جيدة لتهديت النفوس والإصلاح والبدء بكل شيء ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة حتى تمام الساعة عشر واربع دقائق من صباح اليوم السبت لا ينتقل القمر بعديها لمنزلة الثورية وهي منزلة جيدة تنفع للبدء بكل شيء ولكنها غير مناسبة لإظهار لأي شيء مناسبة للسر والكتمان وإخفاء الأمور القمر الآن زي ما ذكرنا هو ما زال موجود في برج الحمل رح يظل موجود في برج الحمل لغاية ساعات المساء تقريبا أو ما بعد العصر فنشعر برضو بالنشاط اليوم بالعمل أو بالحركة بنكون أكثر تصميما أكثر استقلالية ممكن نبادر بمشروع جديد ولكن ما بنصح لأنه اليوم في خلوم مسار طويل ولكن ممكن برضو يعني يكون أفعالنا متسرعة أو متهورة عشان هيك برضو علينا أن نكون حاذرين على الطرقات أثناء الحركة أو قيادة السيارات ومنلاحظة أيضا أنه خلال هذا اليوم منفقد صبرنا في تعاملاتنا مع الغير وهذا الشيء ممكن يسبب كثير من المشاكل أو يؤدي لحجج غير ضرورية أو غير منطقية منفقد دبلوماسيتنا وبتسيطر علينا العصبي وفرض الرأي والتحكم بالغير طبعا برضو هذا اليوم مناسب لإجراء فحص للعيون إذا لزم الأمر لذلك وبإمكاننا تعديل تسريحة الشعر أو إقامة حفل ما بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا نذكر خلو المسار اللي هو أول حدث اللي هو بدأ ساعة 10 و13 دقيقة من مساء الجمعة بتوقيت جرانيتش ورح يستمر لها ساعات ما بعد عصر اليوم السبت الساعة 25 و22 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرانيتش يعني خلال هذا النهار أو من الآن موعد بث الحلقة أو خلال هذا اليوم لا يصلح هذا اليوم للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شي ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار أو بنصح أنا أنه نعمل بشكل روتيني وما نعمل أي شيء حاسم الساعة 25 و22 دقيقة بعد العصر القمر خلص بنتقل بيستقر في برج الثور بنصبح أكثر حذرا من حماية ممتلكاتنا ونادرا ما نبحث عن أشياء جديدة يجب أن نعتمد على أنفسنا ماليا وأن لا نفكر في اقتراض الأموال من البنوك أو الأصدقاء ودائما وجود القمر في برج الثور ينصح ببدء خط التوفير أو شراء عقار أو قضى وقت ممتع في المنزل بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين بلوتو هذه الزاوية راح تكون الساعة 46 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش تدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين عطارد هذه الزاوية راح تكون الساعة 37 و34 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بتزيد من خيالنا بتقوي من ذاكرتنا ومنطقنا بتمنحنا كفاءات للأعمال التجارية وبرضو بصير في عنا ثقاب النفس وبنتألق بفضل سهولة تعبيرنا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لا إلها طبعا خلال هذا اليوم ما بنصح أنا بالعملية الجراحية إلا إذا كانت اضطرارية عندنا الرأس والأسنان واللسان والعضلات المخططة القضيب المرارة الشريين والدم من ساعات ما بعد العصر طبعا بصير عندنا العنق والحنجرة الحبال الصوتية الغد الدرقية اللوزتين وتفاحة أدم بالنسبة للعمليات الجراحية طبعا الأعضاء اللي ذكرناها ما بنصح لعمليات الجراحية لا إلها وإلا إذا كانت اضطرارية مناسب هذا اليوم لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكن مش الشيء اللي يتعلق بالوجه يصلح لازالة الشعر الزائد بالليزر أو الطرق التقليدية يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصفغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل ويستقر في برج الثور خلو المسار القادم بيبدأ يوم الاثنين بيبدأ الساعة ثمانية وثمانية وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينج وبيستمر حتى تمام ساعة تسعة وسبعة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينج أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المربع عمره ثنين وعشرين يوم الساعة ثمانية وسبعة وثلاثين دقيقة مساء مساء اليوم السبت بتوقيت جرينج القمر بيبدأ باليوم الثلاثة وعشرين نسبة الإضاءة اتنين وخمسين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الأسد حتى يوم اثنين وعشرين ثمانية سعيد الآن بنسبة ستين في المية ساعة الظهر سعيد بنسبة ثلاثين في المية القمر في الحمل ورح ينتقل لبرج الثور ورح يظل في برج الثور ليوم تسعة وعشرين سبعة سعيد الآن بنسبة خمسة واربعين في المية ساعة الصباح سعيد بنسبة 70% ساعة الظهر سعيد بنسبة 45% عطارد في العذرة حتى يوم 5-8 منتحس بنسبة 40% الزهرة في الأسد حتى يوم 5-8 سعيد بنسبة 5% الآن ساعة العصر منتحس بنسبة 10% المريخ في الجوزاء حتى يوم 49 سعيد بنسبة 30% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 30% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 7-12 منتحس بنسبة 10% بلوتوف الدلو بيتراجع حتى يوم 2-9 منتحس بنسبة 10% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعاً بالظل ثقتكم بأنفسكم كبيرة بعمكم النشاط وبإمكانكم تسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا بالدفع بمصالحكم ممكن تهتم بمظهرك أو ببعض التغييرات التي تتعلق في المظهر أو قصد الشعر وتعتبر هذه المرحلة مرحلة انطلاق لمشاريع ولكن ما بنصح فيها إلا إذا كنت مبادر فيها قبل خلو المسار وبتظل بتتمتع بنشاط ذهني وجسدي ولكن حاول ضبط الآصاب من ساعة ما بعد العصر بيصير هذا اليوم بيحمل معاه أو بتبدأ مرحلة بتحمل معها فرصة مالية ممكن تكون مفاجئة أو تدخل تحسين على ميزانيتك تنشط بالاتصالات والزيارات برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا برضو ما زالت لغاية ساعات ما بعد العصر بتطلب منك عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل انتبهوا لغذاءكم وراحتكم وحاول أنك تعمل بشكل روتيني كل ما اقتربنا لساعات ما بعد العصر أكثر بيصير فترة فيها بعض الطاقة تظهر على الساحة من ساعات ما بعد العصر ثقتكم بأنفسكم بتصير كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة دعم من مركزكم الاجتماعي والقمر رح يجعل هاي الفترة فترة مميزة واستثنائية برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء بتنشطوا اجتماعيا وتلتقوا لأصدقاء خلال هذا اليوم ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفلة أو مناسبة سعيدة ولكن عندك تكون مخلص لصداقاتك ووعودك وممكن تحصد تأييد أهم شيء أنك تكثف ارتباطاتك أنت بحاجة للتعاون مع الآخرين خلال هذا اليوم ولكن زي ما ذكرنا يوم أمس حاول أنك تنجز كل الأعمال الضرورية والمهمة قبل ساعات ما بعد العصر لأن القمر رح يوصل لبيت المتاعب فهو أنا بتدخل فترة بتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني أنجزوا ما بغسعكم من عمل متراكم أو هذا دون إهمال صحتكم وما تراهن على الحضود برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بتظل الفرصة متاحة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بإثبات جذارتهم للمسؤولين وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة ولكن بدك تهدي من روعك فترة سلبية مشحونة بالمتاعب والتوتر فيها بعض التقلبات فعشان هيك حاول أنك ما تجازف بسمعتك أما من ساعات ما بعد العصر بتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته بترافقك رياح مؤاتي رغم الضغوطات كرر المحاولة إذا أردت الدعم أو التأييد فترة مناسبة للانضمام لجمعية أو مؤسسة بتطلاقها مع طموحاتك برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا خلال هذا اليوم بتنشطه في السفر والاتصال لبعيد وبالضل فترة مناسبة لاجتياز امتحانة وجراء مقابلة اظهر تعاون أكبر مع الآخرين ومع الجهات المسؤولة ممكن تنجح بالترويج لعملك أو كسب الدعم والتأييد أهم شيء أنك ما تهمل واجباتك حتى ولو كثرت أو صعبت من الآن وحتى ساعات العصر من ساعات ما بعد العصر بيصبح هذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم وبوسعكم إثبات جذارتكم للمسؤولين هاي فترة مهمة جدا على الصعيد المهني والاجتماعي ولكن ممكن يكون فيها بعض القلق حول أحد أفراد العائلة برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بتظل الأمور المالية بتشغل فكركم والفرصة بالضل المتاحة لمكسب إلى صلة بشراكة أو تعويض بإمكانكم تبادروا لتصحيح الأخطاء أو ترتيب الأوضاع وإنتوا بحاجة لطاقة عالية اليوم ولكن مغامرات مالية أو البدء بمسائل مالية ما بنصح فيها وأيضا لا تكفى لحد ولا تدينوا حد فلوس أما من ساعات ما بعد العصر يصلكم خبر صار من بعيد أو من خارج البلاد أو من جهة أجنبية وبتنجحوا بالسفر والاتصالات وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم وبترتفع المعنويات وفرص النجاح بشكل كبير برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان اليوم من الآن وحتى ساعة ما بعد العصر بترغبوا في تدعيم شراكاتكم ما لكن القمر مازال موجود مقابلكم بضل فترة مناسبة للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني ولكن طاقتكم الضعيفة وأخلوه المسار فما بجوز إثارة المتاعب اتجنبوا الانفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية وحذروا من الحوادث والأعداء لأنه بالفترة هاي يعني بكونوا كثر شوي من ساعات ما بعد العصر بتتغير الأوضاع تمنحكم فرصة لمكسب مالي لو صلة بشراكة أو تعويض أو صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية ممكن تفكر في بعض المسائل المالية أو بحل بعض المسائل المالية قدم التنازلات وتراجع عن بعض الخطوات إذا سببت لك إزعاج برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا من الآن وحتى ساعات ما بعد العصر حاولوا أنك تنجزوا ما تراكم لديكم من عمل وبتجدوا تعاون من الزملاء نظموا جدوى الغذاءكم واخذوا قصة من الراحة من حين لآخر ومن المستحسن التبكير للعمل والتنسيق الجيد بين مختلف الواجبات وبتكثر النشاطات وربما تشعر ببعض التعب أما من ساعات ما بعد العصر بيصير القمر مقابلك تماما فبتصير فترة مناسبة للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني وبوسعكم تعزيز شراكاتكم حاذروا من الانفعال لأنه بيصعب التفاهم معكم فممكن تقع في ورطة أنت بغنى عنها بسبب العصبية برج القوس بالنسبة لما وليد برج القوس بتزداد رغبتكم خلال هذا اليوم ولغاية ساعات ما بعد العصر في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم الظروف جيدة ولكن احتمال أن تكون فيها قلق حول أحد الأحبة عندك نشاط عندك حيوية بتميل الله والترفيه عن النفس طبعا فترة ممتازة جدا فيها بعض الحضود ولكن حاول أنك ما تفرض سلطتك على أحباك من ساعات ما بعد العصر رغم تراكم العمل إلا أنه عندكو قدرة على إنجاز الكثير من أعمالكم نظموا جدوى الغذاءكم وخذوا قصد كافي من الراحة من حين لآخر ما تلتوه بالقشور والأمور الثانوية برج الجدي بالنسبة لما وليد برج الجدي بترغبوا في إدخال تعديل على مسكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة من الآن وحتى ساعات ما بعد العصر وبتضل فترة مهمة لتعزيز الروابط بالرغم من الهواجس اللي بتعيشها ممكن يكون فيه تبادل زيارات أو اتصالات مهمة ولكن ممكن يسود التوتر بسبب حدث طارئ أو بسبب نقاش حاد أما من ساعات ما بعد العصر بترغبوا في التقرب من أحباءكم وتعزيز العلاقة معهم وبوسعكم ممارسة هواية أو نشاط فني بيطمئن بالكم نسبياً وبتجدوا حليف في دعم تصوراتكم أهمش إنك ما تستسلم وكرر المحاولات اللي كانت مش ماشي معك في الأيام الماضية اليوم بيكون أفضل من ساعة ما بعد العصر طبعاً وخلال يوم الغد برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعاً بيظل النشاط عندكم اليوم بالسفر والاتصالات والحوارات والنقاشات لغاية ساعات ما بعد العصر ومنكم أشخاص ممكن ينطلق في مرحلة مهنية أو يروج لمشروع أو لسلعة وبتنشطوا بالإلكترونيات أو السيارات كصيانة أو كمشتريات أجواء جيدة ودعم لعلكم ولكن ما بنصح بشراء شيء جديد خلال فترة خلو المسار ممكن أنك تشوف أو تدرس الموضوع وأجل التسوق لما بعد انتهاء خلو المسار اللي هو ساعات ما بعد العصر من ساعات ما بعد العصر بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبإمكانكم تعزيز الروابط العائلية ولكن لا تسمح لعوطفك بالتأثير على سلوكك وأداءك وما تنفعل حتى لو شعرت بالانزعج برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا من الآن وحتى ساعات ما بعد العصر بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي منكم أشخاص ممكن يسترد أموال بتعود له أو ممكن يحصل على هدية أو ممكن تسمع خبر سار وممكن دعم بيجي من قضية شراكة أو عمل طبعا هذا الأمر لغاية ساعات ما بعد العصر وبرضو في بعض الحلول والتسوية من ساعات ما بعد العصر بتنشطوا بالدراسة والسفر والاتصالات وبتصير فترة مناسبة للخروج في نزهة قصيرة وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار ولكن بدك تحاول أنك تكون عنصر إيجابي وحاول أنك تتعامل بهدوء مع الآخرين وتفهم الآخرين ولا تفوت عليك فرص المصالحة والتسوية فترة جيدة حتى على المستوى العاطفي هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء